بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي أنساتي سادتي أصدقائي المشاهدين متابعين أينما كنتم في كل مكان متابعين قنوات SSE مرحبا بحضراتكم أهلا وسهلا بكم في كأس خادم الحرمين الشريفين لدور ربع النهائي في هذه المواجهة المهمة جدا بين النصر وأبهى في هذه الأجواب الجميلة في هذه الأجواء العصرية رائعة جدا لقد دقت ساعة الطرب لقد حانت لحظات الاستمتاع هنا في ملعب مرسول بارك كما يقال ما بعد العصر إلا النصر بأجواء الرياض الفاتنة التي أخذت شيئا من مزايا مدينة الضباب أبهى نشاهد زعيم الجنوب بحلم بأمل بطموح ورغبة مع سلطان الغنان والكرة الأولى نصراوية مع البداية نصراوية كرة في القول الله بدري يا نصر بدري بدري يا عالمي بدري كلمة النصر بدت وعلى الجميع الإنصاد وعلى الجميع الإنصاد يا لها من سرعة يا لها من قول يا لها من هدف يأتي في الثواني الأولى كرة تعود أبهوية هل من رد لي أبهى المحاولة الكروين الله يلفاره القيصر 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 الإسباني يبعد الكرة يبعد هدفا محققا يا لها من مباراة يا لها من سرعة يا لها من اليسرى في الملاعب السعودية محاولة خطيرة الكرة من جديد كريستيانو إلى وجود راية وتسلل راية وتسلل في اللقطة الماضية على كريستيانو رونالدو في كرة إن كادان يسجل رونالدو هدفه الأول في ملعب مارسو البارك شوفوا الكرة ربما تأتي الآن الكرة من سامي يتقدم يحاول الهجوم ركلة حرة مباشرة يبحث عنها كريستيانو ركلة حرة مباشرة من كريستيانو هل يسجل كريستيانو ولكن الكرة سهلة تعود لخطيرة إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة مرمى لداء باسي كرة الماضية إلى ركلة مرمى النصراوين يطالبون بوجود مشى كرة إلى السلهم يا السلام جميل المحاولة الكرة عرضية تصل وتصويب الله الله يا نصر الله يا نصر متعة النصر تحضر في مرسول تحضر في مرسول سجل عبدالله الخيبر يا السلام يا لا من كرة يا عبدالله يستعيد الذكريات يستعيد الأمجاد النصر يقترب من الوصول إلى السيمي فاينل 2-0 في المباراة بعد جملة بعد ذلك شمران شمران جميلة إلى خارج أرضية الملعب الكرة إلى ركنية النصروي حاول من سامي لعب كرة أرضية والكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة أو إلى ركلة مرمى يبدو لي بإشارة من جانب حكم اللقاء الكريستيانو من جديد نمسوا تمرير جميلة المحاولة إلى خارج وموجود في اللقاء الماضية محاولة جميلة ولكن الكرة طويلة ذهبت إلى أحضان حارس المرمى ديفيد من الجانب الأيسر كونان يتقدم كريستيانو رونالدو محاولة خطيرة لا يوجد تسل رونالدو الكرة الماضية لكن هناك راية هناك راية في اللقاء الماضية كان الكل يعطي رأس الحرب ولكن نشوف الآن نشوف الآن محاولة خطيرة والكرة إلى أحضان حارس المرمى محاولة الماضية إلى الحارس ديفيد عباسي ونشوف الآن سامي النجس للأمام محاولة خطيرة 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 أبهوية ولكن الفارو دائما الفارو جونزاليس دائما موجود يبعد الكرة الماضية اسمع 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 إلى مدرج النصر من جديد الخيبري جميلة رونالدو رونالدو يتقدم كريستيانو حلوة 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 الكرة الماضية من كريستيانو رونالدو شوف الكرة من جديد للصالح العمري العمري بتمرير أمامية ولكن بدون عنوان ربما الكرة الأخيرة ولكن حكم اللقاء يطلق الصافرة شوف كريستيانو غاضب كريستيانو رونالدو غاضب بعد اطلاق الصافرة من حكم المباراة وعدم السماح بالهجمة النصروية بالفعل يطلق الحكم تيني مانسا الصافرة ويعلن عن نهاية الشوط الأول بتفوق النصر 3-0 على أبهب في ربع نهاية كأس الملك لك الكلمة الآن زميلي محمد خاتم ولافتة لCR7 لأسطور حاضرة في كل مكان خلفه النصر ملعب المباراة أطلق صافرة ونلاحظ الجماهير الحاضرة محاولة جميلة جدا كان يبحث عن رونالدو سام النجعي كان يريد الكرة أن تذهب إلى كريستيانو الكرة من كريستيانو عدت راوية المحاولة من جديد ترسل للأمام خطيرة في الكل في الكل مران الصغير يسجل بقيمة الكبار يا سلام بأسلوب الكبار يا للروعة يا مران 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 محمد مران سجل في الدوري وسجل في بطولة الكاز يا سلام على النجوم الشابة التي تضوي في طلاقة هجومية محاولة خطيرة ولكن التغطية حاضرة شوف الكرة كانت من من نواف الصعدي نواف نواف اللي حاول أن يلعب كرة ذكية في اللقطة الماضية لكن شوف التغطية كانت من العمري وبعد ذلك نواف الصعدي اللي لا نشوف الآن أبها يهاجم أبها يتقدم تصويبا إلى خط كنان أمامك اللاعب المتعلق دائم إلى سامي لعب كرة سامي عدى سامي تقدم النجعي يلعب كرة على طول كرة محاولة مستمرة موجودة إلى علي الحص القوية الله سام بقير يحاول ممكن يزدد سعد بقير جميل حلوة ذكية من التونسي ذكية الكرة الماضية من التونسي سعد بقير سدد كرة مباشرة باتجاه المرمى ولكن الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى نشوف المحاولة الماضية الكرة الماضية اللي كان يطلبها كريستيان الكرة إلى سعد السلوني قوية نوافية صد الله جول 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 سجل عبد الفتاح هادم الهدف الأول لزعيم الجنوب يسجل الآن أبهر ويقلص النتيجة إلى هدفين يا لها من كرة ويا لها من تصويب من سعد السلوني تصدى في الأولى نواف وبعد ذلك تابع عبد الفتاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر